نتعرف على ضيوفنا لليوم سائد زيدات ومرح سلمان ومعنا العرسان الحلوين صانع على محتوى سائد زيدات ومرح سلمان يسعد صباحكم من فلسطين صباح الخير سعد صباحكم وصباح جميع المشاهدين يا رب أتوقع عرسكم كان بس من أسبوع فأبدأ لكم ألف مبروك يا رب الله يبارك فيك و سعدك سائد دماء أنك نشط على السوشال ميديا هل كانت تعرفكم من خلال المنصات أم خبرونا كيف تعرفتوا بالبداية يعني في الأساس ما كان من خلال المنصات كان من خلال كان في شيء بيزنس أو فيقاء عمل بيننا بعدين عرفت أنها متابعة عندي بصد في أنشت لك وانتباهها عندي وشوي حكينا وبعدين حلاء شررنا نمش بالأمر بشكل رسم لأنه صراحة عجبتني فتوكلنا لله و الحمد لله أنا متزوجين هل إن شاء الله بيقولوا زواج تدهر صحاني صحيح ألف مبروك لي سائد ومرح وإحنا جدا سعيدين بتوجدكم معنا لكن خلينا نسألكم هل كان فيه مشاهير في السوشال ميديا بحفل الزواج أم فقط اختصرته على العائلة والأصدقاء يعني هو على العائلة والأصدقاء وصراحة دعاية الأصدقاء لألي من صناع المحتوى كأصدقاء ليس كمشاهير أو كصناع محتوى نعم تمام خلونا نحضر هذا المقطع ونرجع لكم أحب فيه يعني أنا أنا فضوح ولا يسير كل شيء ماذا؟ عصام ماذا أنا عصام بالدعمية يعني؟ إنه زي من البات من دع حاله وبيعمل حاله من حاله نعم أنا عصامي ما رح أكتر شيء حبيتي في ساعد إنه هو عصامي رح نسألك العكس هلأ شو أكتر شيء فاجأك فيه بعد الزواج ما توقعتي من خلال معرفتك فيه كحدا مشهور على السوشال ميديا كونك كنتي التابعي من زمان؟ هلأ هو شخص عصامي صحيح بس إحنا في الصراحة ما قلنا كثير خطر مجاوزين كنتي حكي عن تقريبا حوالي أسبوعين خطر بس الإشي كتشفته في خلال هذا الأسبوعين أنه هو شخص نتاجه وعملي زيادة عن النظر يعني إحنا بعد أسبوع من الزواج سأطلع على الشغل العابي مارس حياته العملية بشكل كبير لا هيك رح نزعل منك يا سائد يعني هلأ لازم تخفف شغل هذا شهر عسل دعنا معها تمام بس شوية كان نظرة شغل البطر هاي وشهر العسل إن شاء الله تعالي هيك مؤجل أسبوع بعد أسبوع من هلا إن شاء الله إن شاء الله يا رب الله يوفقكم ويمكن كمان شفناك مرح أنه دائما تطلعي بالماسك أنتي قبل فترة الخطوبة شو سبب أنه كنت مغطية وجهك صحيح أول ظهور إلي كان وقت يوم العروس سبب الكمامة أنه أنا شخص مش سوشالجي كتنات أنه كنت عندي برايبت أكاونت على متين لتلاتمائة شخص فقط من معارس وأقارب أرتبط لشخص عنده مليون ومليون متابع نشاط فأنتي بتحكي أنه هاي بالنسبة إلي كانت مش مش متعودة على اخترت أنبس الماس عشان أبلش أعود حالي كدريجي لموضوع الكاميرا والناس تعرفني وأطلع بوجه على السوشالجي فهذا كان السبب الأساسي إنه شاء تعود جد كدريجي لأشتر تمام خلينا نحضر هذا الكليف كمان ونرجع لكم كنت تخيل إنه أنا أكون في أحسن مكان موجود في العاصمة الهندية في طرف ساني واحد فقط قدرت أخلي الشركة تبعتي بنفس الشارع اللي موجودة في شركة جوجل وشركة سامسونج بالعاصمة التقنية للهندية وبعدها بنص ساني أطلقت مصحى التجربية من أول تطبيق سيوصلني للهدف تبعي شباب ما توقعنا شي كنتم متخيلين ما توقعنا هيك اللي أنا كنت نتوقعه ببست شهور بيجي بمص ساعة حققنا أكثر من أربعة ونمسين ألف تحميل خلال تمنتاشر ساعة ومن هذا التطبيق وقعنا مع شركات عالمية عقود توصل قيمتها لملايين الدولارات لا تخلي أي حدا يوقف قدامك وإياك تتحجج بالظروف أنا الظروفي سيئة هي اللي وصلتني لهون خلينا نسأل بعد هذا الكليب ساعد أنت مريت بظروف صعبة في البداية وفي بداياتك واليوم أنت ما شاء الله تمتلك تطبيق للتواصل منتشر عالميا قيمة السوقية ما شاء الله جدا كبيرة فكيف قدرت تأسس هذا التطبيق وتوصلها لشريحة كبيرة من الناس وكم قيمة السوقية إذا تحب تخبرنا يمكن عندنا أحد يشتري الآن هو ليس مطروح للباية السوقية اليوم وصلت يوم أمس إلى 20 مليون دولار لتطبيق إن شاء الله البداية كانت جدا صعبة أنا في بلد شوي الوضع لا أستطيع أن تتوسع كمان كان فيه كثير ريوط بالمجتمع والناس اللي مش كثير بتحب أنه أنت تنجز شيء حواليك لذات لما أنت تبلش شيء جديد أنا بداياتي كانت في 2014 مش كثير يعني الناس كانت مستوعي بفكرة أنه في 2014 أنت شركة واجهة معلومات وناس بعدها ما كانت تفهم كيف شركات سوشيال ميديا أصلاً عم يطلع أرباح كانت النقطة التحول الخطرة لما فترة صار ضرف ما وصار عليه ديون بـ 250 ألف دولار فهناك كان صراحة تغير الجدري والحمد لله مشت الأمور بعد يعني أعتقد أن الإصرار وأنك تغير بفكرة ما لفكرة أخرى بالخطة اللي أنت شغال فيها في نهاية المطاف لو ما استسلمت هي وصلتك للهدف اللي بدأتك يا بإذن الله صحيح ساعد بس توضيح بالنسبة لما يخص سعر التطبيق على أي أساس تم تقييمه بهذا المبلغ؟ بالعدي التطبيقات بشركات تعتمد على عدة أشياء أو مش بس التطبيقات خلينا نأخذ مثال كثير بسيط البندورة لما تنقطئ بسوق سعر سيطلع لما تكون متوفرة سيطلع بالعادة عادة الطلب على الاستثمار هو أكثر عامل مؤثر بداية إنتاج التطبيق والعائدات اللي يطوليها التطبيق كل هذه العوامل بتؤثر في الطلب على الاستثمار يعني كم مقدار الأرباح اللي بتطليها الحصiedy واحد هذا أكثر مؤثر على قيمة تطبيق السوق فبناء على هذه العوامل ممكن تبيعه بيوم من الأيام؟ والله يبيعوا مبدئيا بديوا موافقة مستثمريني بعد موافقته وهذا الخيار غير مطروح لأننا مؤمنين بأن الاستثمار الحمد لله عندي مستثمرين طاقم جيد من المستثمرين اللي بيطلعوا كثيرا لقدام وإحنا كلياتنا مؤمنين أن الشيء البسيط اليوم حيكون عملاق بكرة بعدنا مبلشين إحنا إلينا تقريبا سنة مطلقين التطبيق عم نوصل قيمته لعشرين مليون فبعدنا يعني ودي نسأل مرح مرح يعني إحنا نبارك لك من جديد ونتمنى لكم حياة جدا مليئة بالسعادة بس ما خفتي في البداية يعني من فكرة ارتباط بشخص مشهور عنده متابعين متابعات خطين تحت متابعات شكله هاني يعني أنا أقصد أنه شخص في المجال بقوة فكيف تعاملتي مع هذه النقطة؟ كخوف ما خفت لأنه أنا شخص بحب أجرب كثير تجارب حياتي بحب إشي جديد أدخل فيه وفوق حياتي ساعد من الشخصيات يعني أنا كمان شخص عملي شخص بشتغال أنا عملي 18 سنة تخرجت وكملت بشغلي فأنا فيه نقاط مشتركة باني وابنساعد بشخصياتنا بشكل كتير كبير فهذا الإشي كان بالنسبة إلي كان الإشي الأساسي أني أكمل ارتباطي بساعد وأنه يصير الارتباط خصمه الله يوفقكم يا رب نعم نعم الله يسعدك من باب الدفاع عن النفس الوظيفة التي كانت مرأة فيها سابقاً مرأة تركتها قبل الزواج وإن ما كانت تركتها لكانت كمان هي اشتغلت معي بأول أسبوع آه ما شاء الله ما شاء الله فعلا الله يوفقكم يا رب إن شاء الله بحياتكم وبعملكم شكراً على تواجدكم معنا نتمنى لكم كل التوفيق شكراً يا علين ولين أنت بالنسبة لك أنه ما شاء الله أنت وكريم نجوم في السوشيال ميديا ولكن ما في ضغوطات معينة بالعكس هذا الشيء كتير بريحنا هاني لأنه أنا متفهمة طبيعة عمله وهو كمان فأصلاً كمان متفهمين كيف منتعامل مع المتابعين كيف منتواصل بس أنا بتوقع لو واحد فينا برى المجال هتكون كتير صعبة يعني هتكون دايماً في عنا نقاشات حول السوشيال ميديا لأنه اللي ما له داخل فيها كتير صعب أنه يفهمها صح شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم